في النجف اجتمع باحثون ومثقفون ورجال دين من مختلف الأطياف لمناقشة تحديات التطرف التي تواجه المجتمع ومخاطره المحدقة وذلك مع تكرار ظهور عدد من الحركات المتطرفة والتي تظهر بين الحين والآخر الإرهاب بما هو إرهاب ممكن أن نقول عنها فكر سواء كان فكر سلبي له أسبابه وله دوافعه وله أهدافه وقد في بعض الأحيان توظف بعض النصوص الدينية توظيفا خاطئا لدور السلبي لبعض رجال دين المتطرفين وأيضا اقترح الحلول والمعالجات ويجب تفعيل قانون التصريحات والمواقف التي تخص على الكراهية والعنف والإرهاب باحثون أكدوا على دور المؤسسات الدينية في مواجهة التطرف نهيك عن الدور التعليمي الذي يجب على العراق إدراج مادة تعليمية في المناهج الدراسية لتعريف الأجيال بالتعايش السلمية وبهوية العراق والتنوع المجتمعي الذي يتمتع فيه أحد الأشياء التي تحدث بسبب هذه الجلسة أن نركز مثلا على تغيير المناهج الدراسية أو إضافة للمناهج الدراسية الفقرة التي تعرف مثلا الأطفال خاصة بالابتدائية عن التعايش السلمي عن هوية العراق التي هي مختلفة الديانات والأثنيات حاليا بالعراق أن الأطفال يعرفون بس المنطقة اللهم عايشين بها أو المجتمعات اللهم عايشين بها ما عدتهم صورة عن تاريخ العراق فيما حظ المجتمعون هنا على توثيق جرائم التطرف التي ألمت بالعراقيين وإيجاد الحلول لها مع دور التعليم والمؤسسات الدينية وإشاعة التعايش السلمي بين أطياف المجتمع الواحد لنبدأ كل أشكال التطرف من النجف محمد الغالبي وعن نيوز